تغيير سعر سكن الممياء الجديد. سكن الممياء الناري اللي كله هاتنا عم تزرور. اعطيك بعض نصائح باذ الله تعالى خليك تحصى عليه بعشرة شدة باذ الله تعالى شباب تناكم نحظين. هذا هو الاسكن الناري اللي هلا حاليا رح ينزل الباكج تبعه باذن الله. في نصائح ضروري تعرفك شباب اما تفتح الباكج. ضروري تحصل على بطاقات الخصومات. هلا ده اشرح لك كيف تحصى انت عليهم مشان انت تفتح الباكج يا شباب. وبعد ازنكونا الاشخاص اللي عبتشاهد الفيديو مع بتعملنا اللايك. اكتب لي رأيك بصراحة بالتعليقات. ليش انت عبتشاهد الفيديو مع بتعمل اللايك? انت يعني مزعوج مني مشي? اكتب لي بالتعليقات. شباب بصراحة اكتبوا لي. لا اشوف ليش عبصي مشاهدات وم عبصي لايكات. بعد ازنكو يا شباب. تنويه سريع رابط مجموعتنا تحت الوصف او بالتعليق المثبت مننزل عليها اخر اخبار بابجي ومننزل عليها الاشخاص اللي عفوزوا معنا بشدات اسمائهم كلها تنزل بهال مجموعة رابطة تحت بالوصف او بالتعليق المثبت يا شباب. روحوا عليها وتابعوا اخر اخبار بابجي وكلش عفوز معنا عبنزل اسمه كمان بهال مجموعة يا شباب. خلينا نتوقع الفيديو. خلينا نبلش معاوض نقدم وممالش. نكسب صلاة على النبي. اللهم صلى الله على سيدنا عليها هذا من سلسلة سكنات الممياء الابياض الاصفر. هلا عنا هذا سكين الناري يا شباب. طبعا رح انصح اخلى بعض النصايح الضروري تشاهدة يا شباب. مشان تحصل على بطاقات التخفيض قبل ما تفتح انت السكين الناري الجديد. طبعا عنا سكين رجل وسكين امرأ يا شباب. طبعا هلا زدخل انت على بابجي موبايل بتروح على الاحداث في عنا احنا شباب. اه عنا اول شي بتحصل بسهي مهمات عندك شعلة شعلة عتيقة. بتساوي المهمات بيعطوك بطاقات تخفيض خمسين بالمية. هاي مشان البكج يا شباب. بعدين كمان بتروح على الهدايا بتروح على هبوط اه سكين النار او هبوط عفريت النار يا شباب. في عندك بعض القصاصات. هدو مراحل. بامكان انت تخطي هدو المراحل بهدو القصاصات. بامكانك انت تجمع القصاصات وتحط المحل للسكين مشان تحزر انت كيف في الاسكين. بعد جمعت انت هدول قصاصات وحطيت كل قصاصة محلة. طبعا هي بذكر لي بلعبة وكنا احنا صغار شباب. كنا جمعت دول قصاصات مع بعضهم. مشان نحصل على الصورة النهائية. بس انت اه جمعتها بات ما يكون ملاحظين. بشكل كامل بطلع لك كمان اه قطعة جي. احيانا بطلع لك كمان قصائم تخفيضة. دول قصائم تخفيض ضروري انت تحصل عليهم يا شباب. مشان هو تنزل معنا الاسكين. اه سيفتوحات عليه. مشان تحصل على خصومات جدا كبيرة. طبعا السكين الممياء السابق. اللي نزل علينا سابقا يا شباب. بس طبعا بنزلين الصورة طبعته. مشان انت تجمع القصاصات وتجمع مع بعضهم. كما يكون ملاحظين يا شباب. طبعا شباب كمان حصلنا على خمسين قطع الجي. طبعا شباب هذا هو السكين. طبعا سابقا شركة وبو موبايل شباب طلعتنا ان اول ما ينزل معنا السكين رح يكون عليه تفتيحة الاولى ثلاثين شدة. مثل الباكج السيارة. بعدين نزلت شركة بوب دي موبايل ع صفحتها رسمية طالعتنا صورة كتبتنا اني رح يكون عندك الفتحة الاولية اليومية بعشرة شدة. هاي الحمد للرب عميه احسن ما تكون ثلاثين شدة مثل عنا بالسيارات هالله الحالية موجودة في بوب دي موبايل عنا هون ثلاثين شدة. صوتنا شركة بوب دي موبايل بعشرة شدة فقط. طبعا مدة الحدث معنا خمسة وخمسين يوم. يعني ازا انت عندك خمسمائة شدة شباب. كل يوم تفتح انت بعشرة شدة فقط بامكانك انت لحتى تنتهي الحدث تحصل على البدل هاي. يعني الاشخاص اللي عنده شداتهم محدودة ما راه يصرفوا غير عشرة شدة يوميا يا شباب. بامكانك لحتى ينتهي الحدث تحصل على اسكن المومياء لان في عنا عدد فتحات معينة لحتى يطلع لك ان ترتفع نسبة الحز في يا شباب. فانت اذا كل يوم فتحت عشرة شدة شباب بارتفع عندك الحز لينتهي الحدث بطلع لك ان شاء الله اسكن المومياء يا شباب. طبعا كتبولي رأيكم بالتعليقات شباب شو رأيكم انتوا باسكن المومياء بعد ازلكم يا شباب طلعوا شباب عنا الرقصة تبعته. وعنا الاسكنات وعنا الاسكنات الموجودة معه وفي عنده اسكن مسلاح. طبعا عنا اسكن المومياء الاصفر وعنا اسكن المومياء الأبيض واسكن المومياء العادي. وعنا اسكن المومياء النار يا شباب. كتبوا لي بالتعليقات شو رأيكم. وهل انت مجهز حالك لحتى تفتح البقجات على هذا الاسكن يا شباب. وعنا كمان اسكن الاسلاح. ان شاء الله اول ما ينزل البقج عنكم. وينزل عنا كمان. طبعا الله حاليا الله هنحب التسريبات. راح طالع عليه فيديو مفاصل يا شباب. طبعا فيه معه اسكن السلاح الفكتور. طبعا شباب بدأوا اسكن السلاح الفكتور. بتمنى يا شباب تكتبوا لي بالتعليقات. شو رأيكم انتو بالاسلاح الجديد. جد شباب انا بالنسبة لي. طبعا انا بالنسبة لحسابي يا شباب ما عندي ولا اسكن مومياء. بالنسبة لحسابي ما عندي ولا اسكن مومياء. بتمنى يا شباب تكتبوا لي تعليقات. انا بالنسبة لي يا شباب جد اسكن المومياء هذا دي يكون كتير حلو. متابع لسلسلة الاسكنات المومياء اللي عبتنزل عنا يا شباب. طبعا شباب هده اسكن السلاح. عنا الام 16. هذا هو الاسكن السلاح. طبعا الكلمة تشجه هو من سبع تطويرات. طبعا شباب هذا المود متعلق اسكن هذا اسكن الام 16 شباب متعلق تاما بتحديث 3.2 بمود اطلانتس الجديد. اللي نحن طالعنا عليه فيديوهات سابقة يا شباب وحكينا انه رح يكون كل شي رح الله رح ينزل معنا مبدلات اسكنات 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 اسلحة اسكنات لبس يا شباب متعلقة بمود الجديد مود اطلانتس بتحديث 3.3 يكونوا بتاتي. متمعوتنا شركة موبايل. كل شي بتطالع بتحديثات متمعوتنا شركة شباب بالتحديثات السابقة. كل الاسكنات اللي بطالعه لكان بكجات شباب ولا كان اسكنات ولا كان عندك على ابان الفهمت حظ البيت كله رح يختفى في الماء يا شباب ورح ينزل عنا متما كون لاحظين الاسكنيات المتعلقة في مود اطلنطا يا شباب تقولي بتحب التعليقات طبعا يا شباب جات شباب انا بالنسبة لي بقج الناري كتير حلو طبعا يا شباب الرقصة طبعته بدلت المومياء اللي كان لرجل او امرأ جات شباب كتير كتير حلوات كتبولي اهم بالتعليقات شو رأيكم فيها طبعا هذه الاسكني لدينا اول شيء الاسكن المامرراله هو أداء سكني بينها بعض resposta في بببيو موبايل بعدين هنا السكني لاصفر ثاني انه بعض捲 باببيو موبايل ثالث شباب عنا الاسكني الناري الخليم اللي دائما أيضا 급 wow السكني سلاحي اكتب باتمنى يا شباب لاسكن مرحبا تكترأيكم بالتعليقات ما هو survive كبير بالاسكنات What's right啦 حصلتوا علي بطاقات تخفيض ما حصلتوا؟ وكما قتد لي بتعليقات بعد crowd اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة